عشر وفيات و 1294 إصابة هي حصيلة جائحة كورونا المسجلة اليوم في الأردن ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4354 وفاتاً والإصابات إلى 331 768 ويبلغ عدد الحالات النشطة في الأردن حالياً 9466 حالة محافظة العاصمة سجلت النسبة الأكبر من الإصابات اليوم بواقع 856 حالة فيما توزعت الحالات الأخرى على باقي المحافظات وقد تم اليوم إجراء 26830 فحصاً مخبرياً بنسبة فحوصات إيجابية بلغت قرابة الخمسة في المئة